مشاهدين الكرام في كل مكان برحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا لأنه بيتعرض إلى مصداقية الكتاب المقدس وعشان كده هو الحلقة دي هي إجابة على سؤال هذا السؤال متعلق بقصة موسى وطفولة موسى رجل الله هل قصة موسى مأخوذة من إسطورة سيرجون العظيم هل قصة موسى مأخوذة من سيرجون العظيم أو بمعنى آخر هل قصة موسى مسروعة كما يدعى البعض مسروعة من سيرجون وإنه فكرة أنه موسى يلقى في النهر وبنت فرعون تغدو يعني كاتب التوراة فيما بعد رأى أنه يعمل شخصية شخصية كده تاريخية مهمة وأنه حتى شخصية موسى دي ليست شخصية تاريخية لكنه خلق شخصية يهودية وعمل منها شخصية عظيمة حرقة اليوم هنجاوب على أسئلة كثيرة هنجاوب على سؤال متعلق بمن هو سيرجون سؤال متعلق بولدته كيف أولد كويس سؤال متعلق بأيضا مصادر معرفتنا عن سيرجون سؤال متعلق أيضا بالاختلاف ما بين سيرجون وما بين موسى والتشابه ما بين الاثنين والاحتمالات اللي موجودة على الساحة عندما نرى هذا التشابه وهذه الاحتمالات احتمالات كثيرة جدا فعش كده حلقة النهاردة تعتبر حلقة دسمة ومهمة وأتمنى أن ربي منحني وإني أقدر أكون في نهاية الحلقة جاوبت على أسئلة حضراتكم وكمان أرحب بمداخلاتكم وبي استفساراتكم المتعلقة والمرتبطة بهذه الحلقة المهمة نبدأ للإجابة على أول سؤال من هو سيرجون؟ مين ده؟ سيرجون الأقادي أو سيرجون العظيم كويس؟ سيرجون هو مؤسس الإمبراطورية الأكادية التي شملت بلاد ما بين النهرين وحتى الأنادول تعتبر يعني بيسموها The First Civilizations أو الحضارة الأولى كويس؟ الحضارة الأولى اللي بزغت أو ظهرت قبل الحضارة المصرية وهو ملك من فترة 2334 قبل الميلاد إلى سنة 2284 قبل الميلاد يعني حوالي خمسين سنة كان فترة ملكه معنى اسم سيرجون كويس؟ هو الملك الأسد هذا يختلف عن سيرجون اللي مذكور في الكتاب المعدس اللي هو ملك أشور اللي يعتبر أبو سانحريب الملك اللي دمر السامرة وسابة المملكة الشمالية سنة 722 فسيرجون اللي كتاب المعدس بيطلق عليه سيرجون الثاني كويس؟ أما هنا بنتكلم على واحد قبل موسى كمان قبل موسى كويس؟ طيب هذا هي سورة المملكة أو الإمبراطورية الأولى اللي شملت بلاد الرافدين أو بلاد ما بين النهرين وشملت سوريا وامتدت أيضا لتصل إلى الأنادول إلى أسيا الصغرى مملكة المملكة الأكادية وهنا بنشوف مدينة كيش ومدينة أكاد كويس يعني قدام حضراتكم اللي هي هنا ودي كيش وأكاد ومدينة نينوة اللي هي فيما بعد صارت أيضا المملكة أو العاصمة لمملكة أشور كويس ووصلت إلى أسيا الصغرى إلى هنا الحدود بتاعتها وصلت إلى أسيا الصغرى طيب إيه هي مصادر معرفتنا عن سرجون يعني لما بنقول مثلا مصادر معرفتنا عن موسى بنرجع إلى الكتاب المعدس كويس وبنرجع إلى المصادر اللي كتبت عن موسى ما هي مصادر معرفتنا عن سرجون مصادر معرفتنا عن سرجون وأسطورة ميلاده هي الألواح الفخارية التي تحكي قصة ميلاد سرجون زي ما هي واضحة قدام حضراتكم كده وفي الخلفية دي الألواح المكتوبة بالخط الموجودة بالخط المسماري يعني لو شفنا كل الكتابات دي كويس منقوشة بالخط المسماري وهذه التابلت كويس هذه التابلت تم اكتشافها في القرن التسعة عشر الميلادي كويس تم اكتشافها في القرن التسعة عشر الميلادي بواسطة طبعا علماء الآثار لكن هذه الألواح هذه الألواح ما كان اكتشافها مهم جدا ما كان اكتشافها مهم جدا ليه؟ هذه الألواح كانت موجودة لما اكتشفوها كانت موجودة في مكتبة الملك الأشوري أشور بنيبال أشور بنيبال الملك الذي ملك من سنة ستمية تسعة وستين قبل الميلاد إلى ستمية واحد وثلاثين قبل الميلاد يعني في القرن السابع فالألواح دي كانت موجودة في هذه المكتبة وهذه المكتبة تعود إلى القرن السابع الميلادي لا نعلم متى كتبت ده السؤال عن تاريخ كتابتها مازال موجود لا نعلم متى كتبت هل كتبت قبل وجودها في المكتبة في القرن السابع الميلادي أم أنها كتبت وقت وجودها كتبت في الزمن بتاعها ووجد ووضعت في المكتبة مكتبة مملكة أشور ما نعرفش نعرفش زمان كتبتها لكن نعرف أن القصة القصة دي بتتكلم عن واحد أسس المملكة الأكادية كويس والألواح الفخرية دي بتذكر لنا بس عن ميلاده هو أرد أنه يكتب زي أو يقول زي سيرة ذاتية يعني أنه زي نشأ في بيت متواضع وأنه زي كذا وكذا وكذا وأنه الأليهة اختارته وزي يعني أنقذ وصار ملك عظيم كويس لكن اللي يهمني هو هذه الأسطورة أو أسطورة ميلاد سيرجون ما هي أسطورة ميلاد سيرجون أنا هأرى لحضراتكم النص النص اللي هو قاله أو النص اللي مكتوب على لسانه اللي موجود اللي موجود فيه الألواح الفخرية دي كويس بيقول إيه بيقول أنا سيرجون الملك القوي ملك أكاد اللي يصارت فيه ما بعد المملكة الأكادية أمي رئيسة الكهنة أنا عايز كنت بس إيه بتسمعوا أنك تكتبوا إيه اللي بيقولوا عن نفسه لأنه دا مهم أول أمي رئيسة الكهنة رئيسة طبعا معبد وثني وفي المعابد الوثنية بيبقى فيه آآ كهنات والكهنات دول مرتبطين بالعقيدة الوثنية المرتبطة بالتخصيب وغالبا رئيسة الكهنة هي اللي بتتجع مع الملك مرة في السنة من أجل فكرة التخصيب كويس أما أبي فلا أعرفه أنا هو يعرف أمه لكن أبوه محدش عرفه مدينتي هي أزبير التي على ضفاف نهر الفرات إخوة أبي يحبون المرتفعات حملت بأمي الكهنة وطبعا دا كان غالبا حملت بي كويس من رجل آخر وإذا عرف الأمر عند الملك ممكن تتعرض حياتها الخطر فأمه حملت بي الكهنة العليا وولدتني في السر ووضعتني في سلة من القصب وثبتت وثبتت غطائها بالقار وطرحتني في النهر الذي لم يرتفع فوق يعني المية ما غطتهش حملني النهر حتى أتى بي إلى أقاي الساقي كان واحد بيشتغل ساقي بيجيب المية من نهر ويوزعها للناس إحنا ماشيين كده بنسمع إيه اللي هو قاله عن نفسه كويس أقاي الساقي اللي وجد الطفل طبعا رفعني إلى أعلى عندما رمى دلوه في المية أقاي الساقي رباني كما لو إني ابنه بالتبني أقاي الساقي وضعني حتى أعمل في بستانه في أثناء عملي في البستان كجاردنر كويس منحتني الألهة عشتار حبها حتى إني ملكته سنين يعني الألهة حبته فجعلته ملك عظيم لسنين خمسين سنة كان ملك أوكي لما نقرى اللي قاله عن نفسه في اللوح الفخار ده على طول بنقول إيه إيه دا القصة دي فيها تشابه بينها وبين قصة موسى صح ده للوهلة الأولى هذا التشابه هذا التشابه أنا هلخصه فيما بعد في كم نقطة مهمين لكن هل التشابه هل التشابه هنا ده سؤالي هل التشابه ما بين ما حدث لأقاي وما حدث هو تشابه كلي يعني هل هل هي خلينا أقول نسخ ولز أو قطع ولز ونسخ على طول ولا لا في أجزاء تتشابه وفي أجزاء لا تخليني أسمى حضراتكم الفيديو اللي جاي أعتقد اللي بيتقال فيه غير صحيح لكن مهم إن إحنا نسمع الفكرة كويس خلينا نسمع ثواني أنا لازم بس أقفل غالبا طيب معلش خليني هعمل هعمل حاجة لأنه كده وهرجع للفيديو هرجع للفيديو هسمعه لحضراتكم أسمع الفيديو لحضراتكم ماشي نسمع الفيديو مع بعض ولادة سرجون الأكادي وولادة النبي موسى نعم يعني معد فيه معد فيه مثل ما بيقوله يعني تصرف يعني كوبي بيست صحيح هو بيقول إنه حتى لما لما اتخذت لما اتخذت أو هو في نظره إنه كأنه كاتب الثوراء أخذ القصة كاملة كوبي بيست يعني حتى ما 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 غيرش فيها ما حطش فيها الفيليفر بتاعته زي ما احنا بنقول دخدها كوبي بيست هذا الكلام غير صحيح وانا هسبت لكم إنه الكلام ده غير صحيح إنما هذا هو مجرد الإراية السطحية للقصة الكتابية لكن هذا الكلام غير صحيح نيجي إلى فيديو أو نقطة مهمة أخرى إيه أيه إيه إيه أوجه التشابه ما بين أكاي وما بين موسى أربع حاجات أول حاجة وضعته أمه في صفت في النهر ده التشابه واحدة عملت صفت أو باسكت وحطت فيها ابنها تاني حاجة وجده شخص ده التشابه التاني سواء هذا شخص أكاي ساقي أو ابنة فرعون الحاجة التالتة انه الشخص اللي لقاه تبنى اكاي تبنى سرجون ابنة فرعون تبنت موسى الحاجة الرابعة انه صار عظيم بشكل من الاشكال انه اكاي صار ملك عظيم وموسى صار رجل قاد شعب اسرائيل الى الخروج من ارض مصر جايز دول اللي انا بشوفهم تشابهات تشابهات لكن هل هذا التشابه هل هذا السؤال مهم هل هذا التشابه يعني ان كاتب التوراة كاتب التوراة خد قصة اكاي ولزقها بموسى لزقها بموسى بمعنى انه ما حصل مع موسى لم يكن تاريخيا صح هو اراد انه يقدم لنا شخص عظيم فلازم يحط انه طريقة ولدته عظيمة فبالتالي لقي قصة اكاي فقالك تم انا اعمل قصة موسى بالطريقة المشابهة خلي بالكو موسى ما حصلتش تاريخيا كده زي ما هو بيقول لكن هو لزق هذا ما حدث مع اكاي لزقه بموسى كويس دي اللي بيقول عليه النقاد وبيؤمنوا بيه طيب اجي الى النقطة اللي انا عايز اظهرها ما هو سر ما هو الاختلافات المهمة بين القصتين لانه لو رأينا الاختلافات نقدر نقول اه لا 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 في نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها انه قصة موسى كويس تختلف تختلف ده نحوم سرنا نفسه اللي هو يعتبر من اعظم مفسري من اعظم اليهود المعاصرين حاليا مفسرين للكتاب المقدس والعهد القديم كويس نحوم سرنا قال انه قد يكون كاتب التوراة كويس يعلم قصة سرجون وهو ايضا يعلم حقيقة ما حدث لموسى لكنه اراد انه يفصل القارئ الكتابي انه ما يفكرش في سرجون وكأنه قصة موسى كويس حصلت لكنها اوعى تفكر انه انه الكاتب التوراة اقتباسها من موسى ايه بقى الاختلافات الاختلافات زي ما قلت ذكرها نحوم صارنا في تفسيره لسفر الخروب اكسبلورين اكسدس كويس وده كتاب مهم في تفسير سفر الخروج قال لنا ايه هو قالها بطريقة بس انا حطتها بطريقة مختلفة هو كتبها كبارا جرافز وانا حبيت احطها قدام حضراتكم بالشكل ده علشان نقدر نمشي واحدة واحدة ونشوف هذه الاختلافات اول اول نقطة اول نقطة وتعتبر نقطة مهمة جدا ايه هي بقى انه مو سرجون هبدأ من من ناحي الشمال سرجون القي في النحر لانه كان غير مرغوب فيه امه ارادت ان تتخلص منه دي نقطة في غاية الاهمية اما موسى فامه وضعته في النهر مش القتو واكلم عن الكلمة الكتابية العبرية المذكورة بخصوص هذا الام امه وضعته وضعته في النهر لانه كان محبوبا بل جميلا جدا يعني الاولانية ارادت تتخلص منه التانية ارادت تحميه اللي هي يكابت يكابت لما حطته في النهر في الصفت في النهر هي ارادت ان تحميه لاخر لحظة ده اول فرق الفرق التاني بين سرجون وموسى ان سرجون ابن غير شرعي من علاقة آثمة كويس هو معرفش ابوه معرفش مين ابوه لانه امه ممكن تنام مع كثيرين كرئيسة كهنة كويس فهو ابن غير شرعي اما موسى فابن شرعي ابن شرعي عمرام ويكابت عش كده حتى في سفر التكوين اصحاح اثنين ودحب رجل من سبت لاوي كويس اسمه عمرام واتخذ له زوجة يكابت اما نرى ده اول اول عبارة في اصحاح اثنين من سفر الخروج فموسى ابن شرعي وليس نعلم من هو ابوه ونعلم من هو امه ونعلم من هو صبته جي من اي صبت حقائق دي حقائق مهمة جدا واحنا مليتكلم عن الاختلافات ما بين الرويتين الحاجة التالتة امه ام سرجون ارادت ان تتخلص منه لانه هيجيب لها العار طريقة الملك هيغضب ما ينفعش انها كرئيسة كهنة تنجيب اولاد لازم تبقى بدون اطفال تمارس الجنس لكن بدون اطفال الى اخر اما ام موسى فارادت ان تحافظ عليه ام موسى عملت البدع لكي ما تحافظ على ابنها تلات شهور بتحاول تحافظ عليه تلات شهور عردت حياتها لخطر وعردت جزها لخطر وعردت اولادها البقيين اللي هو هارون ومريم اللي اكبر من موسى عردتهم للخطر علشان تحافظ على الطفل اللي مولود اما ام سرجون فهي ارادت تتخلص منه حاجة الرابعة او نقطة الرابعة المهمة طرح سرجون في النهر دون اهتمام يعني في ستين داهية ده يعني ده المفهوم سوري في اللفظ بس يعني ده لنا طلعت منه انه الحمد لله هتخلص منه ده لقالته امه اما موسى فلما ترح في النهر عين مريم لم ترتفع عن الصفت فين او السبت ده محدود فين اللي حامل موسى ومعنت لها قافي هنا وامشي وراه وشوفي هيروح فين لحظة بلحظة كويس وده اللي بنقراه في سفر التكوين اصحى حتنين الاختلاف الخامس كويس انه القصة قصة سرجون بتاعني اولا لو امه امه طرحته كويس فيعني طرحته abandoned him abandoned him يعني مش عايزها كويس اما الكلمة العبري الكلمة العبري ودي المهمة جدا الكلمة العبري المستخدمة في النص العبري اصحى حتنين تقول انه وضعته اي حطته بلطف وضعته بين اه الاخصان بين الاحشاب وضعته كامة بتحب ابنها وضعت ابنها بهذا الشكل الاختلافات ايضا يعني احنا احنا ذكرنا خمس اختلافات كويس ذكرنا خمس اختلافات هنكمل الاختلافات دي في قصة موسى زي ما بيقولنا حمصرنا في قصة موسى ابنة فرعون وجدته وتبنته بينما سرجون وجده شخص من الطبقة الادنى في المجتمع يعني موسى وجدته اعلى طبقة في المجتمع الاسرة الملكة ابنة فرعون كويس انما سرجون وجده ادنى شخص في المجتمع الساقي كويس انا مش بنقلل طبعا لكن المجتمعات زمان كان فيها هذه الطبقية ابنة فرعون ابنة فرعون عرفت مين هو صبي ابنة فرعون عرفت مين ده قالت ايه هذا من اولاد العبرانيين عرفت يعني هز ايدنتي زي ما احنا بنقول عرفت شخصيته عرفت انه عبراني كويس بينما سرجون لم يعرف احد من هو محدش عرف هز ايدنتي انه امه رئيس كهنة وانه ابو غير معروف في قصة موسى في قصة موسى امه يكابد هي من ارضعته حتى كابر في قصة سرجون اشتغل في الجنينة لحد لما الالهة حبيته ورفعته وجعلته ملك هذه الاختلافات في غاية الاهمية ليه لانه زي ما قال نحوم صارنا انه الكاتب كاتب التوراة وهو بيكتب لينا عن موسى وانا اؤمن انه موسى اللي كتب اقتناعي الشخصي كويس وهو بيكتب لينا كانه عايز يقول لنا خلوا بالكو انه انا مش بتكلم على اسطورة قديمة انا بتكلم على حقيقة تاريخية مهمة وهي ميلادة رجل الله موسى ولازم نحط ده في الاعتبار طيب التشابه في بعض جوانب القصة تشابه في بعض جوانب القصة يجعلنا نقف امام عدة احتمالات كويس انا لا الغي التشابه هقول ان القصة موجودة وهقول ان القصة حقيقية كويس لكن هذا التشابه يجعلنا نقف امام عدة احتمالات يعني هو ليه التشابه ده موجود هو ليه التشابه ده موجود الاحتمال الاولاني هذه الاحتمالات هي كالقاتي الاحتمال الاول ان يكون التشابه هو محض الصدفة محض الصدفة هل ممكن حدثين يحصلوا فيهم تشابه ممكن يعني زي ما اعتراحت الانوان دوا وحطيته على الفيسبوك من كم يوم فكان فيه حوار جميل ما بين يعني الاشخاص اللي اهتموا بالموضوع ده وكان فيه نقاش حوله وانا قلت فيه الحوار ده قلت اوكي النهاردة النهاردة او في مصر لما الواحد كنا عايشين في مصر كنا نسمع مثلا انه لقي طفل قدام باب كنيسة كويس او لقي طفل قدام باب جامعة او لقي طفل قدام ملجأ كويس هل الحدثة دي حدثت مرة واحدة لا الحدثة دي تكررت واي واحد عايش في مصر او عايش في بلادنا العربية عارف المواضيع دي كويس انه لو ام ارادت ام بتحب ابنها مش هترميه عندي زبالة كويس او ترميه في مصاب زبالة لا لو ام فعلا مش قادرة تحتفظ ابنها لكن بتحب ابنها بتعمل ايه بتاخده وتحطه في مكان تضمن تضمن انه ممكن في امل لنجاته كويس تكرار الاحداث دي لا يعني انه الامهات سرقوا القصص من بعض انها لم تحدث تاريخية وانهم سرقوا القصص من بعض لكن تكرارها قد يكون بما انه حصلت مرة وفي طفل انقذ وحد خده طبعا ممكن انا حط ابني بنفس الطريقة وينقذ كويس ويعيش بدل ما يموت فتكرارها لا يعني انها تسرقت من شخص لشخص او شخص سرقها او انها ما حصلتش غير مرة واحدة والاشخاص التانين اللي بيقولوا نفس الكلام سرقوا للقصة ونسبوها لنفسهم فقد يكون حدوثها حدث بالصدفة ويزدى الاحتمال الاولان او يكون شعب اسرائيل وبما انه ام موسى من شعب اسرائيل كويس او يكون اليهود somehow عارفوا التاريخ وعارف انه حصل زمان كذا كذا فام موسى هنا على فكرة الرب مش هو اللي قال له ام موسى تعمل كذا كذا هي اللي عملت كذا 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 فام موسى فكرت في انه دوان يكون اخر option اخر حل ممكن تلجأ لي والرب استخدم اخر حل واعطى حياة لموسى كويس لا يدهى الاحتمال الاولاني الاحتمال الاولاني وانا اتكلم عنه بالتفصيل فيه ما بعد لكنهم انا بحطه قدام حضراتكم الاحتمال الاولاني كويس انه تكون القصة تشابه محد الصدفة الاحتمال التاني ان تكون قصة موسى مأخوزة من سرجون يعني بما ان سرجون ده كان عظيم جدا وازاي ترفعوا بقي شخص هيروز فاحنا كيهود حابين نعمل هيرو بطل زي زي سرجون فناخد القصة القديمة وننسبها لواحد من عندنا كويس هنا السؤال مش على تاريخية انه ده حصل مع موسى هما مش بيؤمنوا انه حصل مع موسى بيؤمنوا ان الكاتب سرقها ونسبها لموسى هي ما حصلتش مع موسى لانه لو حصلت مع موسى يبقى فيه الجزء الاولاني او الاحتمال الاولاني لكن هي ما حصلتش هو سرقها الكاتب كويس ونسبها لي لموسى زي ما بيقولوا النهاردة انه انه زمان في الثقافة او الحضارة الهيلينيستية اللي هي الرومان اليونانية القديمة الاليها بتتجسد فكاتب الكتال المؤدس فكر انه يجعل يسوع متجسد فاقتبس فكرة التجسد من الابوثانية ونسبها للمسيح ده ده طبعا خرافات يعني بتتقال كويس لكن انا بقول لكم اللي بتتقال كويس ده ده الاحتمال التاني كويس الاحتمال التاني انه قصة موسى مأخوذة من قصة سرجون الاحتمال التالت انه قصة سرجون تكون مأخوذة من قصة موسى هتقول لي ازاي ده سرجون ده كان قبل موسى هاكل هقول برضو الاحتمال ده وهقول اللي بينادوا به واقول لكم يعني اللي بيقتنعوا مين بيقتنعوا بهذا بهذا الفكر خلينا ناخد اول احتمال احتمالية الاولى ما هي الاحتمالية الاولى احتمالية الاولى ان تكون قصة موسى يعني هاخد الاحتمالية التانية والتالتة وبعدين هرجع للأولى معلش يعني خلينا نبدأ باتنين وتلاتة وبعدين ارجع للأولى لاننا حابب اعلق على الاولى اكتر احتمالية التانية اللي بتقول ان قصة موسى مأخوذة من قصة سرجون يقول لك بما انه سرجون خلو بما انه سرجون كان عايش كان عايش قبل موسى قبل موسى طب احنا احنا بنتكلم على 2300 قبل الميلاد صح هو ملك 2334 قبل الميلاد ف2334 قبل الميلاد موسى موسى دعية او او قاد الشعب للخروج سنة 1446 قبل الميلاد بايز لو ضفنا عليهم 80 سنة اللي لانه موسى لما قاد الشعب كان عمره 80 سنة لو ضفنا عليهم 80 سنة نعرف امتى تولد موسى كويس فيبقى كده موسى تولد 6 اتنين خمسة واحد 1526 قبل الميلاد فالفرق الزمني ما بين القصتين حوالي 700 سنة حوالي 700 سنة فبما انه سرجون كاب قبل موسى ب700 سنة فاكيد موسى هو اللي سرق القصة وتنسبت لي كويس يقول البعض ان قصة موسى غير حققية غير حققية فهي كتبت في القرن السابع او السادس الميلادي يعني التوراة في نظرهم ما كتبهاش موسى ولا تكتبت قديما توراة كتبت في القرن السادس او السابع الميلادي او قبل الميلاد لانه كاتب التوراة تأثرا تأثرا بقصة سرجون فخلق قصة موسى البطل يعني قصة موسى مت فابريكا كويس ده اللي بيقولوه السؤال هو هل هذا الادعاء ادعاء صحيح طبعا لا الادعاء ادعاء كاذب ادعاء يسقط امام البرهين التاريخية وبرهين علم الاثار ليه لان احنا عارفين عارفين انه شعب اسرائيل كان موجود في اسرائيل بعد الخروج كويس وعارفين رسائل العمرنا كويس طلع عمرنا وعارفين انه كانت فيه مرسلات ما بين في القرن الثلاثتاشر قبل الميلاد او الثلاثتاشر قبل الميلاد ما بين مصر وما بين كانعان وكانوا بيشتكوا من الهابيروس اللجوم واخذوا ارض كانعان وبنعرف انه عندنا اثارتوس بتلينا ايضا تاريخ داود وتكلم عن داود الف سنة الى اخره فلا يمكن ابدا ان تكون موسى قصة موسى اتقلفت في القرن السادس او السابع قبل الميلاد دا خرافات ومن ينادي بهذا هو عايش في الوه نهاء وعش كده الفيديو دا اه 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 للدكتور خزعل المجدي كويس هو غالبا عراقي هو بيؤمن بكده بيقولك انه لا 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 بما انه اه القصة قصة سرجون سابقة وقصة موسى لاحقة يبقى الكاتب التوراة كاتب التوراة في القرن السادس لما راح بابل كاتب التوراة في القرن السادس لما راح بابل عرف قصة سرجون فألف قصة موسى يعني فين ودنك انوى هلنسمع اللي بيقولوا و اه حابب انه تصفى من واجر رافدين اي ووضعت لشخص بالرواية التوراة موجود في مصر هذا من وجهة نظرية يدل على ان التوراة كتبت في ودي الرافدين اه يعني التوراة ما كتبتش مثلا في البرية او في لما دخلوا اردك لا 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 التوراة كتبت في وادي الرافدين او بلاد الرافدين امتى كتبت في بلاد الرافدين لما شعب اسرائيل تسبى وراح بلاد الرافدين في السبيل بابلي كويس يعني شعب اسرائيل ما كانش ليه تاريخ ولا ليهم طورة ولا ليهم شريعة كويس يحكموا بيها نهائي لكن اقتبسوها وسرقوا قصة موسى من بلاد الرافدي طبعا هذا لا يؤكده تاريخ ولا يؤكده زي ما قلت براهين هو الدكتور الماجدي هنا بيعملي بيقتبس بيقتبس النظريات اللي بتنادي بانه التوراة لم تكتب الا متأخرة جدا كويس او بنسميحنا ناظرية المصادر انه كان عندنا شوية مصادر عندنا مصدر بنسميه يهوى الوهيم المصدر الكهنوتي الى اخره وبعدين جيه كاتب كده في القرن السادس وطبعا ممكن حد يفكر لك انه ممكن يكون عزرة وكتب التوراة يعني التوراة مكنتش موجودة وكتب التوراة كتب التوراة علشان يجاوب على سؤال شعب اسرائيل اللي موجود في بابل بيسأله هو احنا ليه في بابل كويس احنا ليه في بابل فالكاتب يعني كتر خيرو كاتب كتر خيرو حبي يجاوب على السؤال بتاع الناس اليهود اللي موجودين في بابل هو احنا ليه متألمين وعايشين في بابل ليه تسابينا رحنا بابل فعشان يجاوب على سؤالهم راح كتب ايه كتب التوراة كتب التوراة علشان يذكر فيها معاملات لم تحدث وتاريخ لم يحدث كويس علشان يجاوب على سؤال انه اه ربنا قال لكم ما تعبدوش اوسان وانتم عبدتوا اوسان وانه كان هناك شريعة اسمها شريعة موسى وكان وعشان يتكلم عن شريعة موسى كان لازم يألف عن موسى كلها الفكرة دي كويس لكن هذا طبعا غير حقي غير حقي نهائي التوراة كتبت مئات السنين قبل قبل سابي وبادلة كثيرة جدا موجودة تاريخية وكتابية وعلم الاثار الى اخره بيكلمنا ايضا بيثبت لنا انه التوراة كانت موجودة كويس فهذا الرأي غير صحيح طيب ارجع الى فيديو اخر برضو بيكلم فيه عن الجزء ده لانه الجزء ده اللي بيقوله جزء مهم خلينا نسمع الفيديو وفي القفة هذه يبدو لي يبدو لي يعني كانت مثار خيال ممتاز جدا لان تعطى للشخص الذي يصبح عظيما ولكننا نجهل اهله والدته ابوه لا نعرف منهم فانت لو تقرأ قصة موسى اقرأها جيدا ارجوك نعم ستجد ان تسلسل الاباء واحد بعد الاخر ينقطع الى ما قبل موسى ثم يذهب التسلسل لعائلة اخرى ليست من اليوم اللاوي يذهب لعائلة اخرى تماما طيب طبعا الفيديو يحمل كثير من الاخطاء فكرة القفة اللي هي الباسكت الصفت اللي حطت فيه الطفل بيقول انه فكرة جميلة تلهم خيال الناس الكتاب لانها مرتبطة بشخص وضيع ما نعرفش اهله لكن صار عظيم في حالة موسى ما نفعش نطبق دي نطبق على على سرجون لكن في حالة موسى ما نفعش نطبق نحن نعرف ابوه ونعرف امه ونعرف ايضا الصبت اللي جي من النموس الصبت اللي جي من النموس كويس وما فيش هنا تغيير في الاسرة لانه اساسا اساسا لم يكن شعب اسرائيل له حاكم او عيلة حاكمة دول اتناشر صبت عايشين مع بعض بالتساوي الله فيما بعد اختار سبت لاوي للكهنوت لكنه ايضا اختار سبت يهوزة للملك كويس لكن في وقت موسى الاتناشر متساويين ولا يوجد طبقية طبقية ما بين القبائل او الاسباط العبرية ومن بين الاسر العبرية كلهم شعب الله المختار فالفكرة ما تتطبقش هنا فكرة ما تتطبقش هنا طيب انقليل وحاجة اخرى يبقى شفنا انه احتمالية احتمالية ان تكون القصة مسروقة من سرجون وتحطت لشخص غير تاريخي انا نقطة الاساسية اللي يعني لازم ااكد عليها انه الفكر ده بينادي انه موسى غير تاريخي وانه ما حدث مع موسى غير تاريخي لكنه علشان يعظموا بطل ما خدوا اسطورة قديمة ولزقوها فيه كويس دي الفكرة طيب اجل الاحتمال التاني احتمال ان تكون قصة سرجون قد كتبت بعد موسى وليس قبله وبهذا تكون قصة سرجون مأخوزة من قصة موسى هتقول ازاي سرجون سبعمائة سنة قبل موسى اقول لك اه لكن القصة النص اللي مكتوب ما هو ممكن بعد سنين الناس تألف بما انه ما عنديش نص قديم فممكن بعد سنين الناس تألف كويس واي حاجة بيمر عليها مئات السنين بتتحول الى يعني اسطير بيقلفوا الناس عليها اسطير لانها مش تاريخية اللوح الفخاري اللي بيكلم عن سرجون وجد في مكتبة اشور زي ما قلت في مكتبة اشور بينبال اللي كان حاكم للمملكة الاشورية سنة 669 قبل الميلاد كويس كويس وزي ما قلت تاريخية او زمن كتابة هذه اللوحة ما نعرفوش قد يكون سرجون التاني سرجون التاني لو يعتبر يعني الجد بتاع اشور بينبال تأثر بمؤسس مملكة اشور القديم اكاي فكتب القصة كتب الفلين قصة عن ميلاده تأثرت بقصة موسى العظيم اللي معروفة وكتبها وحطها في المكتب عنده وبهذا تكون قصة سرجون هي اللي مأخوزة من قصة موسى انا لا اؤمن بهذه النظرية بسنا بقول لكم انها موجودة احتمالية موجودة احتمالية موجودة كويس وعشان كده ماذا عن تاريخ الالواح اللي مكتوب عليها سطورة سرجون تاريخ هذا تاريخ تاريخها امتى كويس النسخة الوحيدة زي ما قلت النسخة الوحيدة لقصة سرجون اتت من مكتبة الامبراطورية الاشورية النسخة الوحيدة اتت من مكتبة الامبراطورية الاشورية الحديثة الامبراطورية الاشورية الحديثة كويس عشان كده الامبراطورية الامبراطورية الاشورية الحديثة ملكة في القرن الثامن والسابع قبل الميلاد ويقول أصحاب هذا الرأي أن الملك سرجون الثاني اللي هو ملك من سنة سبعمية اثنين وعشرين إلى سنة سبعمية وخمسة أراد أن يمجد أجداده فألف هذه القصة سرجون الثاني اللي بنيرى عنه في الكتاب في أخبار الأيام وفي الملوك كويس سرجون الثاني يعني شعب إسرائيل اتسبع سنة سبعمية اثنين وعشرين المملكة الشمالية كويس فسرجون الثاني أراد أن يمجد أجداده فألف هذه القصة التي وجدت في مكتبة الإمبراطورية الأشورية ولهذا في الأغلب أن هذه الأسطورة كتبت في القرن السابع ده اللي بيقولوه ولم تكتب في القرن اللي هو القرن الثلاثة عشر الثلاثة وعشرين قبل الملوكات يعني اتكتبت بعد ألف وخمسمائة سنة من تاريخ سرجون الأكادي الأول كويس طيب ننقل 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 إلى نقطة مهمة هل من الممكن أن يكون التشابه ده بقى النقطة الأولانية اللي أنا هرجع لها تاني اللي هو الاحتمال الأولى يبقى الاحتمال التاني قلنا أنه قصة موسى مسروقة من سرجون وقلنا تاريخيا واختلافات وأمور كثيرة مش ممكن أبدا أنه موسى ما يكون شخص تاريخي ومش ممكن اللي حصل مع موسى تاريخيا ما يكونش حصل كويس الاحتمال التاني أنه يكون سرجون هو اللي سرق القصة من موسى أو تأثر بها وأنا في رأيي ده احتمال ضعيف جدا هرجع للاحتمال الأول اللي أنا حطيته أول حاجة هل من الممكن أن يكون التشابه هو محد الصدفة يس وبكل تأكيد وهل من الممكن أن تكون أم موسى على دراية برواية الصفت والنهر ففكرت تجربها كأنها آخر حيلة عندها لإنقاذ طفلها ممكن وينات ليه لا يعني بعد الشر لو أولادنا في خطر وعارفين أنه في حل أمهات قابلينا أو أشخاص قابلينا جربوه وأنه ده ممكن يكون الحل الأخير اللي قدامي أنه أنا جربه هل ده معنى كده أن أنا سرقت القصة ونسبتها لنفسي لا لا طبعا نهاية كويس الحاجة الحاجة المهمة في القصة الكتابية أن كل الخطوات اللي بنقراها عن حياة موسى كانت بعناية الله وبترتيب الله يمكن في الجزء الأولاني أما بنشوفش الله قال لأم موسى أعملي كذا وكذا لكن الله هو المتسيطر والسيد على كل الأحداث وهو يريد أن موسى يكبر وينشأ وتحذب بكل حكمة المصريين والطريقة الوحيدة أنه يعمل كده أنه يكون في بيت فرعون بيس ربنا نستخدم هذه الأمور لتحقيق مقصده فقد تكون بالصدفة وقد تكون أم موسى على دراية بما حدث زمان كويس وحبت كحل آخر أخير تقدر تستخدمه لكن موسى شخصية تاريخية وما حدث مع موسى أحداث تاريخية لا يمكن إنكرها كويس أجي إلى سؤال هسأله حضرتكم لو جبنا لو جبنا ورقة وقسمنا نصين كده قسمنا الصفحة نصين وحطينا في النص الأولاني موسى وحطينا في النص التاني سرجون وقلت لحضرتكم اكتبولي خمسين حاجة تعرفوه عن موسى خمسين حاجة تعرفوه عن موسى وفي الجزء التاني يكتبولي خمسين حاجة تعرفوه عن سرجون الأول هتكتب اللي تعرفوه عن موسى إنه من صبت لوين إنه أمه أبوه يكابد وعمرام إنه كان ليه أخت أكبر منه وأخ أكبر منه اسمه هارون ومريم إنه تعرف إنه من صبت لاوي كويس تعرف إنه كان من العبرانيين كانوا من العبرانيين اللي عايشين في مصر كعبيد تعرف إنه جدهم الكبير هو يعقوب وجدهم جد جد جدهم الكبير هو إبراهيم كويس تعرف إنه موسى تربى أمه موسى عملت صفت حطيته في النار وأخته رأبته ووصل إلى ابنة فرعون ابنة فرعون شفقت عليه خدته اتبنته كبر كويس خرج اللي يرى شعبه في المزلة يساعدهم على إنهم يحرروا نفسهم بنفسهم قتل المصري هرب إلى ميديان عاش في ميديان كراعي للغنم أربعين سنة بعد الأربعين سنة ربنا دعاه نزل إلى فرعون وخرج شعبه بعد ضربات كثيرة بعد الخروج ربنا أعطاله سفري أو لوحي الشريعة عاش مع شعبه في البرية أربعين سنة لم يدخل أرض كنعان لا يعرف أحد أين مات هتكتب كتير صح؟ هتكتب كتير هتكتب عن سرجون كتير ويجي السؤال زي ما أنا حطيت لحضراتكم الاختلافات الاختلافات الكثيرة اللي ذكرتها بين موسى ومبين سرجون كويس وهتيجي إلى سؤال آخر طيب هذه اللستة الطويلة من الاختلافات بين الاتنين أو هذه اللستة من الأشياء اللي نعرفها عن موسى ولي نعرفها عن سرجون كويس ما هي نسبة التشابه نسبة التشابه يعني أنا لو حطيت خمسين اختلاف بين الاتنين ونسبة التشابه أربع التشابهات أربع تشابهات كويس موسى لا يقارن بسرجون سرجون كان غير شرعي لا يعرف أبيه أمه راضي تخلص منه أعاش كطفل منبوز تبنى ساقي اتقلب على الملك الساموري وقتله وحمل سيفه وغزى بلاد واستولى على بلاد وقتل ناس ودبح ناس ولم يكن يحكم بحسب شريعة ولا بمادي ايه 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 ادول حاجات كتيرة ادول حاجات كتيرة لكنها تقول اه في تشابه تشابه الصفت شخص وجده تبنى كبر وصار عظيم اختلاف على يعني ايه العظمة مفهومها لكن موسى كان رجلا عظيما في عيني الرب بكل مقيس فرعون كان محاربا عظيما كويس زي ما يسمى نفسه الاسد الملك سرجون اسد الملك واسس امبراطورية كبيرة كويس يبقى يبقى عندي هنا حاجة مهمة جدا يبقى انا امين للجزء الاولين الاحتمالية الاولى واعتقد ان الاحتمالية الاولى هي مهمة جدا الاحتمالية الاولى انه التشابه ده التشابه ده صدفة صدفة لانه هناك اختلافات كثيرة جدا 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 ما بين سرجون وما بين موسى يعني احنا عرينا قصة سرجون عرينا ما حدث معه اللي هو كتبه لكن لما نيجي الى سفر خروج وفي البداية الاصحاح التاني ونشوف هنا انه هناك تتابع في الاحداث تتابع منطقي جدا في الاحداث وانه ازاي ام موسى ام موسى لم تفكر ابدا في التخلص من ابنها وفكرتش ابدا انها تتخلص من ابنها ابدا اللي ما نقرأ وذهب رجل كويس من بيت لاوي مش زي ما قال الدكتور الماجد دي ان احنا ما نعرفش مين ابوه من امه لا لا نعرف مين ابوه من امه واخذ بنت لاوي رجل من بيت لاوي اخذ بنتك اخذ يعني انت زوج كويس فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته انه حسن طوف جميل دي المرة الاولى اللي تذكر فيها كلمة طوف بعيدا عن الخلق في صفر التكوين كويس وكأنه هناك بداية جديدة في القصة خبقته ثلاثة اشهر ثلاث شهور ام سرجون ما خبتهش يوم ما حاولتش انها تحتفظ بيه يوم ام سرجون لما صدقت انها تولده واعتقد انه لو كان عندها طريقة تتخلص بيه قبل الولادة كانت عملت يمكن كل محاولاتها للتخلص كانش زمان في الواحد ياخد حقنة ولا ياخد ابرة وينزل الطفل الى اخره فكل المحاولات فشلت يقول الكتاب ولم لم يمكنها ان تخبئه بعد اخدت له صفتا من لبردي وطلته بالجم بالحمر وزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء كلمة وضعته زي ما قلت كلمة جميلة بتعني الرفق الشفقة مش رميته وضعته مش اي حاجة نقول عليها ان الكتاب سرقها قد يكون التشابه صدفة وقد يكون التشابه زي ما قلت ان موسى يمكن تعرف عن القصة زمان اوي وحبت انها تخدها كات اخر وسيلة تنقص بيها ابنها والرب استخدمها لحقق بيها ما شئته وما قصده انه يجعل موسى رجلا عظيما احبائي ان كل ما كتب في الكتاب مؤدس هو تاريخ حقيقي الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مهدرا